حياكم الله ابنائي تلاميذ الصف الرابع وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس العلوم وعنوانه ما أثار الزلازل على سطح الأرض الهدف القيمة أن يتعلم التلميذ أن الكتاب غير صديق فالمعرفة يا ابنائي هي التي تجعل الإنسان كاملا من حيث العقل ولا تأتي سوى في الاطلاع في الكتاب فالكتاب هو الوعاء الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يعلم به كل شيء من أبسط الأشياء إلى الأشياء المعقدة وقد كان الكتاب يا ابنائي دائما الصديق الوفي للإنسان فبالكتاب المفيد يستمد العقل غزائه وفي رحلتنا معا تعرفنا عن أهم الظواهر الطبيعية وهي البراكين وكان من أقسام البراكين الصهارة جسم البركان المدخنة الفوهة الغازات والآن سوف نتعرف عن الزلازل سطح الأرض يا صغاري هو مثل قطع الأحذية الصغيرة وهو عبارة عن 20 قطعة تتحرك باستمرار ولكننا لا نشعر بهذه الحركة لأنها تتحرك ببطء شديد وكل قطعة تسمى صفيحة وكلما تحركت أو اصطدمت يحدث الزلزال ما تعرف الزلازل برأيكم يا ابنائي؟ الزلازل هي هزات أرضية تصيب قشرة الأرض وتختلف في درجة قوتها فمنها الضعيف الذي لا نكاد نحس فيه ومنها القوي المدمر الذي يسبب خسائر كبيرة ومن أسباب الزلازل تشقق هائل في قشرة الأرض كما في الصورة وحركة المواد المنصهرة تحت القشرة الأرضية وأبناء التلاميذ هناك للزلازل آثار كثيرة منها انتقال أجزاء من قشرة الأرض من مكانها تغريب المنشآت وخسائر فادحة في الأرواح كما سنرى في الصور التالية شاهدوا ابناء التلاميذ آثار الزلازل في المنشآت تدمير السواحل المحيطة بها إذا حدثت مشكلة في قاع البحر وتسمى للتونامي والتونامي هي كلمة يابانية تقسم إلى قسمين تسو وتعني مرفق ونامي وتعني موجة أي موجة مرفق أبناء التلاميذ بعد أن تعرفنا على تعريف الزلزال وأسبابه وأثاره الآن سوف نتعرف على الإجراءات الواجبة اتباعها أثناء حدوث الزلزال من التدابير اللازمة عند حدوث الزلزال في المنزل تثبيت الرفوف جيداً على الجدران ثانياً تدريب أفراد الأسرة على قطع تيار الكهربائي والماء عند الشرور بالهزات في الشارع الابتعاد عن اللافتات والوقوف في مكان مكشوف بعيداً عن المباني وفي المدرسة المحافظة على الهدوء والاختباء تحت المقعد كما في الصورة بعيداً عن الجدران والنوافذ هيا أبناء التلاميذ ولنرى المعلومات التي اكتسبناها من هذا الدرس هيا بنا إلى التقويم أعرف الزلازل هيا يا ابناء ما تعرف الزلازل أحسنتم الزلازل هي هذات أرضية تصيب قشرة الأرض تختلف في درجة قوتها فمنها الضعيف الذي لا نكاد نحس فيه ومنها القوي المدمر الذي يسبب خسائر كبيرة بارك الله بكم اذكر أثرين من آثار الزلازل هيا يا أبنائي أحسنتم بارك الله بكم انتقال أجزاء من القشرة الأرضية من مكانها تخريب المنشآت وخسائر فادحة في الأرواح إلى هنا أبناء التلاميذ لقد انتهى درسنا لليوم إلى اللقاء في درسين جديد قريباً